اطلع عضو مجلس القادة الرئاسية لواء ركن فرج البحسني على جهزية لواء الشرطة العسكرية التابعي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية والواء الأول حرس رئاسي ضمن زياراته الميدانية للوحدات العسكرية لرفع معنوياتها وجهزيتها والقل واء ركن البحسني خلال الزيارة كلمة أن نأفيها القادة والضباط وصف الضباط والجنود بالنجاحات العسكرية والأمنية التي حققوها خلال الفترة الماضية مشيدا بمسوى الانضباط والالتزام بتنفيذ المهام العسكرية بكفاءة واقتدار مشيرا إلى أن هذه القوة تمثل نموذجا في أداء الواجب العسكري لافتا إلى تصعيد الحوثي الخطير على المشاهدات الاقتصادية والحيوية في المحافظة والذي يتطلب رفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي لتجاوز كافة المخاطر التي تسعى لاستداف المشاهدات الاقتصادية وأمن واستقرار المحافظة وجدد النائب الوحسن حرص مجلس القيادة برئاسة فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وعضاء المجلس كافة على دعم الوحدات العسكرية وتوفير الإمكانيات اللازمة بما يمكنها من أداء مهامها وحث على أهمية عقد دورات التنشيطية والتخصصية للوحدات العسكرية إلى ذلك وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه بمدينة المكلة وكلا محافظة حضر موت لشؤون الأمن والدفاع العميد صالح لحمدي والمدير العام للأمن والشرطة بساحة حضر موت العميد مطيع المنهالي ومساعدي مدير الأمن وقادة الوحدات بأمن ساحة حضر موت ومدير مركز أمن وشرطة مدينة المكلة بالتحضير والإعداد لتنفيذ مناورة مشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية والإدارة العامة للأمن والشرطة بساحة حضر موت مشيرا إلى أن هذه المناورة تأتي بهدف تعزي مستوى التنظيم والتعاون بين رجل الجيش والأمن وشدد النائب البحسن على رفع مستوى اليقظى إلى أعلى المستويات للتصدي لأي هجمات معادية هدفها النيل من حضر موت وأمنها واستقرارها وزعزعة الاقتصاد الوطني للبلاد حاثا على ضرورة التلاحم في الظرف الراهن ومساندة جهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضر موت في أداء مهامها وواجباتها الوطنية والدفاع عن أرض الوطن والحفاظ على سيادته وحماية الممتلكات العامة في سياق متصل تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرجأ سالمين البحسن المدرسة القتالية في منطقة الريان بمدرية غير أبا وزير للطلاع على بدء الدورات التخصصية في المدرسة مؤكدا أن مجلس القيادة الرئاسي يولي المدارس والكليات العسكرية وشراطية جل الرعاة والاهتمام لافتا إلى أن هذه المدرسة ستكون نواة لتأسس كلية حربية في محافظة حضر موت وعبر البحسن في كلمة خلال الطابور لمنتسبي الدورة عن أمله في تخريج المدرسة القتالية ضباطا ذو كفاءة عالية متسلحين بالعلم والمعرفة مؤكدا أن انطلاق هذه الدورة للدورة الأولى سيعقبها انطلاق دورات تخصصية أخرى إلى ذلك طلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مستوى جاهزية وانضباطه لواء الريان التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية وذلك ضمن زياراته الميدانية الوحدات العسكرية لرفع معنوياتها وجاهزيتها وألقى لواء ركن البحسن كلمة توجهية أشهد فيها بمستوى الانضباط وتعاطي لمنتسبي لواء للمهام العسكرية بكفاءة عالية مثبنا الدورة المهم الذي لعبه لواء في تثبيت دعايم الأمن والاستقرار بساحة لحضر موته وعجها قيادة لواء برفع مستوى تدريب الجاهزية القتالية واللياقة البدنية لأفراد لواء لافتا إلى أن الظروف التي تمر بها محافظة حضر موت والتصعيد الخطير الذي تشنها من إشهات الحوث الإرهابية على المشآت الاقتصادية للبلاد يتطلب موقفا موحدا لتصدله من جانب آخر تسلم عضو مجلس القادة الرئاسي لواء ركن فراجسالمين البحسني نسخة من أطروحة الباحث العميد الركن دكتور عمر عبيد البكري الموسومة بعنوان إدارة الأزمات والكوارثة الطبيعية ودور الاتصالات بإداراتها دراسة تحليلية لتجربة محافظة حضر موت مشهد أنه بالدراسة تحليلية لتجربة محافظة حضر موت في إدارة الأزمات والكوارث وما تطرق له الباحث البكري من موضوعات مهمة في دراسته للحصول على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع منوها بأهمية الدراسات العلمية لحالة المشكلات التي تواجه المجتمع ترجمة نانسي قنقر